السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتمنى يا ربي تكونوا بخير وبصحة جيدة. ان شاء الله بإذن الله النهاردة هيكون موجود معنا فرصة ممتازة جدا. بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها احب اوضح لحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة. ودي القناة بتاعتنا هتلو عليها كل شيء. منح موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا ودول كتيرة جدا مختلفة. بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع والصفر الى الخارج. وكنا عرضنا بعض المواقع اللي بنخلها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. آآ وفرنا كنا آآ وفرنا فرصة كانت عملية التقديم والبقول فيها عن طريق قناتنا وهي فرصة تطوع فيه اتنام شاملة معظم التكاليف وتم اعلان الفئيزين في هذه الفرصة وان شاء الله بذن الله يكون موجود معنا فرص جاية كتير. التقديم والبقول فيها حاصرنا عن طريق قناتنا. آآ وكنا وفرنا خدمة وخيرمة المساعدة في التقديم لاي فرصة ومنحين تعيزها تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي او تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وبدأنا الحمد لله قبل امس في كورس اللغة الانجليزية الشامل اللي هيستمر معنا وهيكون كورس ضخم جدا في اللغة الانجليزية من الصفر حتى الاحتراف وهيكون ان شاء الله كل يوم جمعة وسلساء الساعة تساعة مساء بتوقيت القاهرة هيكون فيديو جديد حول كورس اللغة الانجليزية. تمام? وعشان توصلك اي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يريد تعمل وتضغط على الجرس صغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة وحب نوي كمان لجميع رابط جروباتنا على واتساب وجروبنا على الفينسبوك رابط التقديم الخاصة بي المنحة اللي هنتكلم عليها النهاردة هتلاو موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة وهي منحة ممتازة جدا في دولة اوروبية. هي منحة دراسية ممولة في دولة بولندا. تمام? الدولة اللي هيكون فيها المنحة دي هي بولندا دولة من الدول الاوروبية القوية. الجهة المانحة هي جماعة ماري كوري. تمام? دي الجماعة اللي مقدمة الفرصة دي. ويا جماعة من اقوى الجماعات حول العالم. الدول المتاحة للتقديم في الفرصة دي كل دول العالم متاحة للتقديم. لو انت من دولة عربية افرقية اسيوية تقدر تقدم للفرصة دي من اجاح بدون وجود اي مشكلة. لان كل الدول مقبولة في هذه المنحة. آآ المرحلة الدراسية الموجهة لها المنحة دي هي والماجيستير. طبعا آآ الناس اللي بتقول انتو مبتعرضوش فرص بكالدريوس. لأ المنحة دي موجهة للناس اللي عايز تدرس اللي صنسة او البكالدريوس. الناس اللي عايز تدرس الفرصة دي او المنحة دي متاحة ليهم. طيب ايه هو التمويل بتاع الفرصة دي? التمويل بتاعها صراحة يعني كويس بالنسبة لتمويل جامعي. او بالنسبة لمنحة جامعية. اول حاجة المنحة دي هو هتوفر لك رسوم الدراسة كاملة بالمجان. يعني طبعا انتم عارفين الدراسة في الدول الاوروبية بتكون غالية شوية. حتى بولندا من الدول اللي الدراسة فيها غالية. لأ. المنحة دي. انت مش هتدفع فيها اي شيء. الجامعة هتوفر لك كل المصاريف. تاني حاجة هتوفر لك رسوم حضور مؤتمرات وندوات. المنحة قالت كمان انها هتوفر اه اي مؤتمرات او اي ندوات موجودة داخل بولندا او خارجها اثناء الدراسة هناك. هي هتوفر لك الندوات دي على حسابها. والاقامة ومسلا لو طلعت المؤتمر خارج بولندا. اه تذكر الطيران. يعني كل رسوم المؤتمرات والندوات هتكون على حساب الجامعة. كمان الجامعة او اه دولة بولندا بتسمح للطلاب العمل بدوام جزئي. وكمان الجامعة قالت كده انها هتسمح او هتساعد الطلاب على العمل داخل الجامعة او خارجها بدوام جزئي عشان تساعدك في تخطيط تكاليف المعيشة والسكن. الجامعة مش هيبقى فيها مرتب او المنحة مش هتعطيك مرتب. اه عشان يغطي المعيشة والسكن ولكن هتساعدك في العمل بدوام جزئي يعني مسلا في اوقات اه الفراغ او مسلا في اه ساعات اه معينة في اليوم. ممكن تسمح لك انك تشتغل داخل الجامعة مسلا في مكتبة الجامعة او تشتغل في خارج الجامعة. وده هيغطي لك التكاليف المعيشة والسكن. اه بالاضافة كمان بقى انك هتدرس في دولة اوروبية او جامعة من الجامعات القوية يعني انت اه تدرس في جامعة من الجامعات القوية ده في حد ذات وهي يعني حاجة ممتازة جدا. طيب بالنسبة للتخصصات المتاحة في المنحة دي عندنا عدة التخصصات. اه بالنسبة للتخصص البكالوريوس اللي هو هتلاقي عندك تخصصات كتيرة جدا منهم البيولوجي الناس اللي خاصة بالاحياء والطب والميديكال بيولوجي كل الاشياء دي هتلاقي هنا بزنس انالايتكس. اه توريز مانجمينت انترناشنال ريشنز. فدي التخصصات المتاحة بالنسبة للناس اللي عايز تدرس باكالوريوس. اه طيب الناس اللي عايز تدرس ماستر. اه دي التخصصات المتاحة جرافيك ارتس انديوكيشن سيرابي انترناشنال ريشنز. تقدر تشوف التخصص المناسب ليك وتقدم عليه في المنحة دي. هنا احنا عندنا ملاحظة ان هذه المنحة ليس بها حد اقصى العمر. يعني اه مفيش حد اقصى العمر. اي شخص يقدر يقدم المنحة دي من اي عمر. كمان لا تحتاج شارة لغة انجليزية بشكل الزامي عند التقديم. المنحة دي ذكرت على مواقعها الرسمي اه ان يعني بالنسبة لشارة اللغة ممكن انت ترفق شارة اللغة او ممكن انت ما ترفقاش حاليا وتتجاوز شارة اللغة لان هما هيعملوا زي كده فيما بعد اه بالنسبة لاشخاص الممحاش شارة اللغة فبالتالي هتبقى حاجة ممتازة جدا لو انت مش معاك شارة اللغة في فرصة اخرى اللي هي هيبقى زي فيه فالانترفيو ده هما هيقيموا اللغة الانجليزية بتاعتك من خلاله فانت مش مطلوب منك بقى يكون معاك اي لتس او لا هما هيعملوا لك زي كده فدي حاجة ممتازة جدا برضو عشان يسهلوا على الناس اللي ما معاش اللغة اه او شارة اللغة الانجليزية. اه بالنسبة الاوراق المطلوبة عند التقديم في الفرصة دي اول حاجة مطلوب انك اخر مؤهل دراسي انت حصلت عليه. تمام لو انت هتقدم للماجستير يبقى لازم يكون معاك شارة البكالوريوس لو انت هتقدم للبكالوريوس يبقى لازم يكون معاك شارة السانوية العامة او البكالوريا. اه كمان صورة جواز الصفر مطلوبة. الخاص بك مطلوب. اه يكون معاك شارة طبية بتثبت النخيال من الامراض. دي بتجيبها من اي مستشفى اه موجودة داخل بلدك. اه كمان صورة شخصية ليك. واخر حاجة كتابة مقال انية في مقال انية اه موجود في المنحة لازم تكتبه بعناي جدا لانه برضو من عوامل القبول في المنح. اه اخر موعد للتقديم في الفرصة دي او المنحة دي هو تلاتين يونيو الفين وعشرين لسه حوالي شهر ويخلص التقديم في الفرصة دي. طيب عملية التقديم في الفرصة دي ازاي او زي ممكن تقدم الفرصة دي. اه عندنا التقديم ونقسم خطوتين. الخطوة الاولى ان حضرتك لازم تملى الجامعة كشخص عادي. تمام? انت هتقدم للجامعة كشخص عادي. والخطوة التانية انك هتملى المنحة بجانب الجامعة. يبقى احنا عندنا المفروض هنملاهم. تمام كده? طيب. اه هنرجع احنا للخطوة دي بعدين اللي هو هوريكو ازاي هنملى الجامعة وهنملى المنحة. بس قبلها انا عايز اوضح لكم ان احنا كقناة منح من كل الالوان. بين ديها حمالية التقديم لاي فرصة او منحة انت عايزة. يعني لو عايز تقدم للمنحة دي او منحة اخرى. اه متاح التقديم من خلالنا بشكل احترافي. وهتلاقيوا رابط استمرت التواصل معنا للتقديم من خلالنا موجود في صندوق الوصف اسفل ايه الفيديو? او طبعا ممكن تقدموا بنفسكم باتباع شرح الفيديو مفيش اي مشكلة خالص. اه وهنا انا هتطلقوا الاعلان الرسمي للفرصة اللي فيه كل التفاصيل. تعالا كده مبصوا سريعا على الاعلان الرسمي. هتلاقي الاشياء ان انا والتقديم كلها موجودة في الاعلان الرسمي. ده الموقع الرسمي للجامعة اللي هي جامعة تمام? وهنا بيتكلموا على اللي هي تيشان فيه. فدي الصفحة الرسمية وهنا دي التخصصات ان الجامعة بتشملها وهنا موضح لك الحاجات اللي انت ممكن تقدر تستفيد منها من المنحة دي. تمام? فكل شيء موضحينه هنا في الموقع الرسمي. دلوقتي بقى خلينا نروح ونعرف ازاي ممكن نقدم ونملى التقديم للفرصة دي. اول حاجة زي ما قلنا التقديم للجامعة. انا هتطلقوا لينك التقديم. هتضغط على كلمة من هنا عشان يفتح معاك التقديم للجامعة. التقديم للجامعة هيفتح معاك بالشكل ده. طبعا انت كمستخدم جديد كاول مرة اه بتفتح اه هنا مطلوب منك انك تحط الكود ده اللي هو البي ده كود مطلوب تحطه طب ايه الاشياء دي? الاشياء دي انت لو مسجل على الموقع سابقا. طب انا لسه اول مرة دخل على الموقع يبقى روح عند الجزئية دي اللي هي واضغط عليها. عشان اسجل على موقع المنحة. وتضغط على دي اللي انت موافق او بتفهم شروط المنحة. وبعد كده هيدخلك للصفحة دي. تروح حضرتك ضغط انك ما عندكش البي اي اسي ال دي نمبر وتضغط هنا على الكلمة دي عشان يروح الجزء ده. وبعد كده تبدأ حضرتك هنا تحط البيانات بتاعتك. تحط اللي هي اسمك السر نيم آآ تاريخ الميلاد آآ جنسية تعمل باسورد تعمل كريت للباسورد تعمل سؤال هنا وتحط رقم الموبايل بتاعك وبعد كده تضغط على كلمة كريت اكاونت. لما انت هتضغط على كلمة كريت اكاونت هتلاقي ان الموقع عملك البي سي اي ال نمبر ده. تمام? فترجع تاني. عند الكلمة دي. تمام? اللي هي الكود اللي تحطه هنا. ده الكود اللي انا عملته لما سجلت اخدت الكود ده. فهتاخد الكود ده وتاخد الباسورد اللي انت سجلته. وبعدين تضغط على كلمة لوجين عشان تدخل بتاعك. تمام كده? لما هندخل هنلاقي ان الابليكيشن بيظهرينها بالشكل ده شوية يعني مش مش منظم اوي متلغبت شوية. آآ ولكن يعني هو مش مصعر. آآ مطلوب منك انك تكملها كلها. لان في حاجات اضافية آآ يعني بتكون للطلاب البولنديين لان الابليكيشن ده معمول للطلاب الانترناشنال والطلاب البولنديين. فهنا في اشياء هتلاقي خطوات مش مطلوبة منك. ولكن اهم الخطوات هو الاولى والتاني ستيب وان وستيب تو لازم انك تكملهم لان هما دول آآ من خلالهم يعني كده بيكون الابليكيشن مكتمل. فهتروح اول حاجة. وهتلاقي هنا عندك كزا معلوماتك الرئيسية. دي المعلومات اللي احنا كنا كتبناها اللي هي الاسم وعليها بعض الاسئلة. تضغط على كلمة وتخش على الخانة اللي بعدها تحط الايميل بتاعك. رقم التليفون تشيك عليه. باري كرة بتخش على الادرس اللي هو العنوان بتاعك. تختار الدولة اللي انت مقيم فيها حاليا المدينة اسم الشارع كل الاشيات يتحطها. بعد كده تخش على كلمة اللي هي الخلفية التعليمية السابقة بتاعتك. آآ تحط الخلفية التعليمية السابقة انت حصلت على الباكالوريا باكالوريوس والمكان اللي انت حصلت آآ منه على آآ الخلفية التعليمية بتاعتك. آآ تمام وبعد كده بتخش على الخطو اللي بعدها اللي هي اللي هي اللي هي وضع الوسائق بتاعتك. هنا بقى انت بتحط الوسائق. وزي ما كنا وضحنا هنا مطلوب مننا مجموعة وصائق اللي هي اخر مؤهل دراسي وصورة جواز السفر وكل الكلام ده. فهنا هتلاقي المنحة اذكرها لك بعض الوصائق. المطلوبة بشكل الزامي زي اخر مؤهل الدراسي اللي هو شارط او شارط السنوية العامة. اه تجيب بالشهادة الطبية صورة جواز السفر. هتلاقي في اوراق اخرى تانية مش مطلوبة بشكل الزامي. زي اللي هي شارط ايجادة اللغة الانجليزية. زي ما كنا وضحنا ان انت ممكن تتخطى. اه فيما لان فيما بعد هيعملو لك زي وكده. تمام? ففي اوراق مش مطلوبة. اه والاوراق اللي احنا وضحناها هنا هي المطلوبة بشكل الزامي. طيب بعد لما بتحط اوراق طبعا بتحط اوراق انك بتختار من هنا. اه نوع الوثيقة او بتكتب اذر لو اسم الوثيقة مش موجودة وبعدين تعمل وبيتعمل لها وكده بتتحطي على موقع المنحة. وهنا هتلاقي كلمة اذر. اه اذر دي معلومات اضافية بتحط اه يعني المكان اللي انت اتولدت فيه الرقم جوازة الصفر بتاعك اسم الام اسم الاب وبتعمل واخر حاجة هنا ده بالنسبة لو انت حصلت على منحة سابقة بتوضح مسلا انت خدت منحة في اي دولة قبل كده او داخل دولتك الاصلية. فبتذكر الاشياء دي كلها. طيب انت كده خلصت البرسونال داتا. بعد لما تخلص البرسونال داتا بترجع لحاجة اسمها وتعمل لصفحة صفحة البداية. ونخش على الخطوة التانية اللي هي الاختيار التخصص اللي انت عايز تقدم ليه. بالنسبة للتخصص اللي انت هتقدم ليه هنا. دي التخصصات اللي احنا كنا نظكرنا الا والحيس chief فانت بتشوف بقى التخصصات زي ما كنا وضعنا هنا دي التخصصات هي نفسها اللي هنا بتختار التخصص اللي انت عايز تقدم عليه وبتضغط و لما بتضغط بتعمل كلمة انك موافق على التخصص وبيتم اختيار التخصص ليك. تمام كده? طيب. آآ بعد كده بها هتلاقي حضرتك ان في مجموعة اشياء تانية. الاشياء دي آآ مش مطلوبة منك خالص. آآ هنا بس بالنسبة الرقم فايف انك بتضيف آآ صورة شخصية ليك. هنا بتحط الصورة شخصية. تمام? آآ فبتحط الصورة الشخصية. وآآ بعد كده بترجع تاني هنا. وكده يبقى انت كملت الاشياء المطلوبة منك في التقديم للجامعة. تمام? اللي احنا قلنا هو اول شيء. آآ كده فاضل بقى اللي هي فيه خطوة الاخيرة عشان بتاعك يكمل وهو ان فيه رسوم مطلوبة من المنحة. او الجامعة. الجامعة عشان تكمل ده هنا فيه رسوم. الرسوم دي حوالي آآ بالبولاندي خمسة وتمانين آآ بولاندي. تمام? بتعادل بالدولار عشرين دولار. انت مطلوب منك انك تتفهم للجامعة عشان طلبك يكتمل. تمام كده? يبقى فيه رسوم بعد لما بتخلص كل الاشياء دي فيه رسوم بتدفعها للجامعة. طيب انت حضرتك خلصت آآ الخاص بالتقديم للجامعة وكله تمام. فاضل بقى تاني وهو التقديم للمنحة. ده انا هتطلقك الرابط بتاعه هنا. ترجعتني للمقال وهتلاقي رابط هنا. تضغط على كلمة من هنا عشان يفتح معاك التقديم للمنحة. فهتلاقي حضرتك التقديم للمنحة بيظهر لك بالشكل ده. طيب. هتلاقي بسيط جدا مفهومش يعني اشياء معقدة. هو كله عبارة عن صفحة واحدة. فهتلاقي بيسألك اول حاجة هنا تحط اسمك زي ما بيظهر في الباسبورت نمبر آآ يعني تحط الايميل بتاعك تحط ال انت عايز تقدم هنا معناها تمام? وهنا معناها فتشوف انت عايز تقدم على ايه بالزرق. وهنا بيقول لك فيه حاجة اسمها ايه هو هو الرقم آآ اللي انت بتحصل عليه بعد آآ انتهاء او بعد لما بتنهي التقديم للجمع. ده بعد لما انت بتنتهي منه وبتدفع رسوم وكله بيبقى تمام بتحصل على كود اسمه تمام? الكود ده انت بتحصل عليه من هنا فبتحط الكود ده هنا عشان يعرفوا انك مالية الخاص بالجمع. تمام? طيب وبعد كده بقى بيقول لك لو انت معاك كورسات بتدي في الكورسات دي آآ مستواك في اللغات آآ لو معاك شهادات آآ اضافية تطوعية كورسات دبلومات اخدتها آآ ايه ايه النوع الهوايات اللي انت بتحبها مستواك في اللغة البولندية هل انت ما بتعرفش اللغة البولندية او مستواك فيها بي وان او بي تو بتخطر مستواك بالنسبة لو بتعرف لغات تانية تكتبها هنا واخر شيء هو مقال النية اللي احنا كنا قلنا عليه ليه انت عايز تنضمن الجامعة دي وتهتم جدا بالمقال ده لانه هو من اهم الاشياء برضو في عملية القبول في المنحة وبعد كده بتضغط آآ صح على كل المربعات دي عشان تثبت انك موافق على شروط المنحة وعلى كل شيء وبعد كده تضغط عليه كلمة دي وتعمل عليه علامة صح وبتضغط على كلمة ويبقى انت كده ارسلت التاني اللي هو المنحة تمام كده يبقى الموضوع بسيط جزقناه على مرحلتين اللي هو التقديم آآ اولا للجامعة ثانيا المنحة المنحة صراحة ممتازة مش هيكون عليها اقبال كبير آآ منحة ممتازة من جامعة آآ قوية جدا آآ فاضل عليها شاري وتنتهي في يا ريت تقدمو لها وتبدو في تجهيز الاوراق الخاصة بيها وان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق ولبوليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته